ما هو الزواج في المسيحية؟ ما يعلم الكتاب المقدس عن الزواج؟ هل فعلا الله سمح بتعدد الزوجات؟ وإذا سمح بتعدد الزوجات، لماذا لا سمح بتعدد الأزواج؟ ما هي محددات العلاقة الزوجية؟ ما يجعلها تفشل؟ سأجاوب على كل هذه التساؤلات في فيديو اليوم من يوم تعمل هذه الحلقة اليوم؟ الذي لا يعرف شابه وصبايا فادي دخل القفص الذهبي شكرا فادي لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتضغطوا على زر الجرس حتى يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل وكمان اعملوا لايك لصفحية الفيسبوك والإنستجرام كل الروابط موجودة تحت الفيديو شارك الحلقة مع كل شخص يمكن أن يستفيد منها فادي تعرف أن هناك مشاهدين ينزعجوا من تعليقاتي إذا عن جد بعضهم ينزعجوا منهم أنهم لا أصدقوا أنهم يخرجوا معي عفوة يا جماعة سامحوا سامحوا ليس مشكلة بكل بساطة حتى يصير في زواج لازم يكون في شخصين وهذه الشخصين هم ذكر واحد وأنثى وحدة وحدد الذكر واحد وأنثى وحدة لأنه اليوم صار في أشكاله ألوان لزيجات مختلفة والتي تعتبر شذوذ عن خطة الله الأصلية للزواج الموجودة اليوم بكثرة في المجتمع والتي تنتشر في عقوله أفكار الناس على أنها شيء طبيعي سأحكي عنها بشكل أوضح كمان شوي فخليك للآخر حتى تعرف عنها شو آدم وحوة أحسن مننا يعني دايما خطة الله الأصلية هي أفضل شي صح؟ 100% صحيح كتان وقدس بحكينا في سفر التكوين 224 عن الزواج لذلك يترك الرجل وأباه وأمه ويلتصق بإمرأته ويكونان جسدا واحدا عشان هيك الزواج بتطلب من الرجل أنه يترك أبو وأمه واللي بتعني الانفصال عن العلاقات الأولية السابقة ويلتصق بإمرأته لا تسمعك أم جميل ياللي بيسمعها بيفكر جميل بعضه أعزب وينك يا جميل عملتلك ملوخية البوس منيح يا جميل الطقص بارد هذا بحب يتغدى عند أمه كثير جميل بعضهم مغنج هذا الالتصاق أو الاتصال هو بداية علاقة جديدة بين الرجل والمرأة اللي بصيره جسد واحد مثل لما بتمسك قطعتين حديد وبتلحبهم مع بعض هذا الالتصاق ما إلو نهاية لأنه هو عهد بين الرجل والمرأة ومشاقد إذن ليسا بعده اثنين بل جسد واحد فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان ولكن بعد الخطيئة مثل ما كل شي خلقه الله وأنشه وتشوه الزواج وتشوه وصار فيه شذوذ بعدة أنواع واحدة من أكثر أنواع الشذوذ هذه تعدد الزوجات مثل ما حكيت الزواج بيصير لما بيتحد زوج واحد بزوجة واحدة عشان هيك لما يصير في علاقة بين شخص واحد بغض النظر كان الزوج أو الزوجة مع طرف الثالث غير الشخص المتزوجه بيكون هذا الشي عكس الوحد والاتحاد اللي قدموا الله إلنا من خلال أول زواج في البشرية فلما بتزوج رجل أكثر من امرأة ما رح يكون ترك كل علاقات السابقة عشان زوجته لأنه ما زال في علاقات بطرف ثالث غير هاي الزوجة بس بالكتاب المقدس بنقرأ عن كتير ناس تجوزوا أكتر من امرأة وحدة شو تعليقك على الموضوع مش معناته إذا في ناس تزوجوا أكثر من امرأة وحدة في كتاب المقدس معناته الله موافق على هذا الشي هاي أول نقطة ثاني الشي هذول الناس روح يرجع وقرأ قصصهم كل حدا تزوج أكثر من حدا يعني لما يكون في عندك شخص تزوج أكثر من امرأة كتاب المقدس بآخر القصة لاز يكون في مصيبة لأنه هذا عكس إرادة الله الزواج بتطلب من الزوج يكون أمين لزوجته والزوج تكون أمين لزوجها فكريا وعاطفيا وجسديا عشان هيك أي كسر رحي الأماني بأي شكل من الأشكال يعتبر زنة وكسر للعهد اللي أخذوا الزوجين أمام الله والناس فإذا قرر أي شخص أنه يتحد بشخص ثاني هو ما زال على علاقة بزوجته هذا يعتبر مثل مثل الزنة لأنه مش حسب خطة الله الأصلية للبشر بزواج رجل واحد وأمرأة وحدة وفي الوصية السابعة بيحكينا الكتاب المقدس لا تزني والكتاب المقدس بأكمله بمنع الزنة بكافة أنواعه ويسوع بنفسه قال في متة 25 و28 قد سمعتهم أنه قيل للقدماء لا تزني وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى أمرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلب هذه النقطة حساسية يا فادي تعدد الزوجات يعتبر زنة طبعا بالنسبة لنظر ربنا طبعا أكيد الزواج مقدس لأن الله قدسه لأنه هو اللي بيجمع رجل المرأة في إطار الزواج ومش الكلمات ولا الفعل الجنسي في الزواج الله هو اللي بيختم هذا الاتحاد بنفسه عشان هيك لما الله أعطانا مبدأ الزواج يستخدم مبدأ الالتصاق اللي مش مفروض أنه ينفصل وهذا بنشوفه بوضوح أكثر لما سأل الفريسين يسوع عن الطلاق وحكوله هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب فجوابهم يسوع قال أما قرأتم إن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى وقال من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتسق بإمرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا فسمع جبهم هاي الإجابة وسألوه فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق قال لهم إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم ولكن من البدء لم يكن هكذا وأقول لكم إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني والذي يتزوج بمطلقة يزني الكتاب المقدس واضح كتير هون بس شوي في هيك أساوي ما هيك خاصة آخر كم كلمة فيسوع بحكينا أنه سوى الوحيد الشرعي للطلاق هو عدم الأمان الجنسية أو بكلمات أبسط الزنا وطبعا مش لازم يكون الطلاق هو الحل الأخير حتى في حالة الزنا إذا كان الطرف الآخر مستعد أنه يسامح ويعطي فرصة ثانية للطرف المقطع إذا تابعنا هاي الخطيئة أبدا ما كان قصد الله من الزواج أنه ينتهي بالطلاق وما بيعتبر الله أنه تصرف صائب إلا إذا كان في خياني للأمان مثل ما حكيت نهاية الزواج هي فقط بموت أحد الزوجين ومش إذا كان الزوج يمعصب من شيء فاشغله بزوجته وطلقها نوع ثاني من شذود الزواج اللي موجود بكثرة في المجتمع الغربي وصارت حكومات تشرعه هو زواج نفس الجنس طبعا هاي الظاهرة موجودة في كل مكان والكتاب المقدس بيحذر من هاي التصرفات الغير طبيعية واللي بيعتبرها خطيئة بحد ذاتها وبمنح هاي الميول الناتجة عن الخطيئة البشرية فمثل ما حكيت الزواج هو بين ذكر واحد وأنثى وحدة مش بين ذكرين أو أنثيين لأنه ببساطة واحد من أهداف الزواج الكثيرة هو وسيط الله لآدم وحوه في تكوين واحدة من عشرين اثمروا واكثروا وملؤوا الأرض عشان هيك زواج أي شخصين من نفس الجنس ما بيتمم أبسط الأهداف اللي أرادها الله من الزواج وهي الإنجاب ومع أنه في أسباب أكثر من هيك بكثير تمنح هذا النوع من الزواج الغير طبيعي بس هذا السبب كافي لموضوعنا اليوم هذا موضوع بعده مقبول أنه يكون مرفوض عننا بالمجتمع بشر الأوسط بس بغير مجتمعات بيعتبروا بيعتبروا أنك عشوي عنصري إذا كنت ضده آه طبعا أكيد حتى ينجح أي زواج لازم يكون الله هو مركز هذا الزواج لأنه أي شيء مش مبني على موافقة الله وبركته ما رح ينجح ويتصرف بيخلي الزواج يتغير ويتحول عن الخطة الأصلية اللي أعطاه الله للبشر رح يخليه هذا الزواج يفشل لأنه غير مقدس وغير مبني على الحق إذا عاجبك الفيديو لا تنسى تحط لايك واشترك بالقناة عشان توصل لكل الفيديوهات الجديدة اللي بننزلها واشارك الفيديو مع كل شخص ممكن يستفيد منه وما تنسى تبعتنا رسالة على الواتساب أو المسنجر أو أي مكان إذا بدك تستفسر عن أي سؤال أو أي موضوع استنوني بحلقة جديدة كل أسبوع وبشوفكم المرة الجاية مبروك مرتين فادي بهل من شعلك ليك وين كان العسل اشتركوا في القناة